أمني الذي تشرفت بالعمل فيه أكثر من 40 عاما تعلمت خلالها الكثير من من سبقوني بهذا الميدان وحرصت على أداء كل ما كنت فيه من مهام على أحسن وجه ونقل كل ما اكتسبت أو كل ما اكتسباتي المعرفية في كافة مجالات العمل الأمني لزملائي الذين يواصلون مهامهم اليوم للمحافظة على الأمن والاستقرار هكذا ودع اللواء منصور التركي مقعده في الداخلية كلمات عبر خلالها عن عظيم شرفه بخدمة الوطن والدين ودخوله بوابة التقاعد بعد أن جاهد بسلاح كلمته ضد الأشرار المزعزعين للاستقرار في أرض المملكة 2005 العام الذي اقتحم فيه اللواء التركي فضاء الإعلام بعد أن حظي بثقة القيادة آنذاك وبقرار من وزير الداخلية الأمير نايف بأن يكون مسؤولا للإعلام ومتحدثا للداخلية عاصر مواقفا وأحداثا جمّة كان لها أثرا بالغا في المملكة منصور التركي شخصية إعلامية أبهرت الجميع أمام الشاشات الفضائية وأضاء بشعلة هندسته للتصاريح الصحفية في وقت اشتعلت فيه شرارة الإرهاب والتطرف في المملكة وظل مكافحا لتلك الآفة من على مسرح الداخلية ومنصاتها الإعلامية والرقمية ارتجال وفصاحة في اللسان وقدرة عظمى في التعامل مع الإعلام وأهله وكافة وسائله حيث يخط الإعلاميون بأقلامهم لاقتناص كلمته المرتبة المرتجلة لأعداد أخبارهم وموادهم بعناوين ومنشيتات قوية إذ عرف بدهائه وحذاقته في التعامل مع واقع التنظيمات الإرهابية وكل ما من شأنه المساس بأمن المملكة الداخلي والخارجي خمسة عشر عاما قضاها التركي بين أروقة الداخلية أعوام غنية بسجل حافل في الدفاع عن الوطن ضرب خلالها أروع الجمل في اللباقة والحسم والتعامل الاحترافي مع كاميرات الإعلام سلطان عجيان الأخبارية